شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عرب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين في هذه الأيام نعيش وذكرى أربعين سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا الحديث نحاول بإذن الله تعالى أن نستلهم درسا من دروس النهضة الحسينية يتعلق بمواقف الناس تجاه هذه النهضة أوقف الأفراد تجاه الإمام الحسين وتجاه النهضة الحسينية تنوعت إلى أربعة أنواع النوع الأول وتمثل هذا الموقف فيما تمثل في موقف الجيش الأموي الموقف الثاني موقف الخذلان وتمثل هذا الموقف فيما تمثل في موقف عبد الله بن عمر ابن أب الخطاب الإمام الحسين صلوات الله عليه قال له يا أبا عبد الرحمن اتق الله ولا تتركنا نصرتي ولكن موقفه كان موقف الخذلان كما كان موقف الكثيرين اكتفوا بالتفرج على الأحداث ولم يكن لهم في الأحداث أي دور فاعل لا نريد أن نتحدث حول هذين الموقفين في هذا الحديث وإنما نريد أن نتحدث بإذن الله تعالى حول الموقفين الآخرين الموقف الثالث موقف المساندة المحدودة والموقف الرابع والموقف الرابع موقف المساندة بدون حدود وقبل أن ندخل في صلب الموضوع نقدم مقدمة وهذه المقدمة إن الإيمان يعني إيمان كل واحد مننا يحتوي فيما يحتوي على عقد بين العبد وربه هذا العقد له أربعة أركان المشتري والبائع والمثمن والثمن أما المشتري فهو الله سبحانه وتعالى وأما البائع فهو المؤمن وأما المثمن فهو النفس والمال وبعبارة أخرى يعني كل ما تملك نحن ماذا نملك لا نملك إلا أنفسنا وأموالنا إحنا عندنا نوعان من الملكية الملكية الحقيقية والملكية والملكية الاعتبارية الملكية الحقيقية تتمثل في ملكنا لأنفسنا كل واحد مننا مالك لنفسه بالملكية الحقيقية طبعاً هل نملك شيئاً آخر وراء هاتين الملكيتين لا كما يبدو هذا هو المثمن الإنسان في هذه الحياة له محبوبان مما يملك المحبوب الأول هو ذاته ويحب كل شيء لأجل ذاته عادة وغالب والمحبوب الثاني هو المال وتحبون المال حباً جمع هذا هو المثمن وأما الثمن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ما هو الثمن بأن لهم الجنة السعادة الأبدية الفوز الأبدي الذي لانتهاء له ولانقضاء هذا هو الثمن وهذه هي المعاقدة التي تمت بين كل واحد منا وبين ربه أين تمت هذه المعاقدة يحتمل أن هذه المعاقدة تمت في هذه النشأ أنتم عندما دخلتم في الإسلام واعتنقتم الإسلام الإسلام هو التسليم المطلق عندما دخلتم في الإسلام يعني وقعتم هذه المعاقدة وهذا العقد ويحتمل أن هذه المعاقدة تمت في نشأة أخرى الشيء الذي يظهر من بعض الروايات المذكورة في تفسير البرهان أن هذا العهد وهذا العقد تم في نشأة متقدمة على هذه النشأ عالم المثاق النقطة التي تهمنا في هذه المقدمة أنه ماذا يترتب على هذا العقد الشيء الذي يترتب أن يكون البائع في حالة التهيئ وفي حالة الترقب حتى يعمل بمقتضى العقد في الوقت الذي يحدده المشتري وبالشكل الذي يحدده المشتري نحن نمثل بمثال لتقريب هذه الفكرة أنتو عدكم بيت بعتم هذا البيت عندما بعتم هذا البيت وأمضيتم هذا العقد الذي يترتب على ذلك أنكم بمجرد الإمضاء بمجرد بعت وقبلت عندما أنتم بايع قلتوا بعتك هذه الدار بكذا المشتري قال قبلت بإنته 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 تا قبلت أنتم الآن يجب أن تعيشوا في حالة تهيئ يمكن الآن المشتري لا يطالبكم بشيء أحياناً المشتري لا يطالبكم بشيء لكم أن تسكنوا في هذه الدار في يوم من الأيام إذا هذا المشتري طالبكم بأن تفرغوا هذه الدار إفراغاً جزئياً فوراً يجب أن تفرغوها جانب من الدار طالبكم في يوم من الأيام يمكن هذا المشتري يطالبكم بأن تسلموا الدار تسليماً كلية هذه داري إن قطعت العلاقة فيما بينك وبين هذه الدار من الناحية الشرعية من الناحية العرفية من الناحية القانونية المشتري له هذا الحق والبائع بمجرد هذه المطالبة يجب عليه أن يسلم هذه الدار تسليماً كلياً هذه هي حالة المؤمن يعني هكذا ينبغي أن نكون لعل بعض المؤمنين لا يكونون هكذا المؤمن ينبغي أن يعيش هذه الحالة حالة التهيق مرة تكون حالة هدن الله لا يطالبك بشيء أو يطالبك في حدود أنت تعطي في حدود ولكن في بعض الأحيان الله تعالى يطالبك بكل شيء نحن لنظن أننا بعيدون عن مثل هذه الامتحانات أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين من هو المؤمن الكاذب من هو المؤمن الصادق يأتي يوم يوم الامتحان وتظهر حقائقنا في الامتحان هذه الحالة يجب أن ننميها في أنفسنا حالة التهي وحالة الترق وحالة الانتظار هذه الحالة لا تأتي اعتباطا هذه الحالة تحتاج إلى تنمية تحتاج إلى تثبيت تحتاج إلى تركيز من المفاهيم القرآنية المهمة مفهوم التثبيت لاحظوا الآية الكريمة وتثبيتا من أنفسهم تثبيت المؤمن يحتاج إلى تثبيت هذه الحالة تحتاج إلى تربية تحتاج إلى تنمية تحتاج إلى تثبيت في يوم الأيام الله سبحانه وتعالى وهو المشتري قد يطالب بكل شيء نحن من الآن يجب أن نكون مستعدين لأن نقدم لله سبحانه وتعالى كل شيء إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ الْوَالِدِ رَحْمَهُ اللَّهِ في التقريب يقول الاستبشار الفرح الذي يظهر الفرح عندما يكون فرح محدود يظل في القلب ولكن إذا الفرح يكون فرح كبير واحد ما يتمكن يحتفظ بهذا الفرح في قلب يظهر كما أن الحزن إذا كان كبيرا واحد ما يتمكن يحتفظ به في قلب يظهر على ملامح استبشار أحد العلماء كان يقول قضية لطيفة كان يقول أنا ما كنت أفهم هذه الآية الكريمة إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمن إشلون الإنسان في خسر إلا أنه في يوم الأيام كنت أمور على بايع ثلج واحد يبيع ثلج في الحر الشديد في القيض وكان هذا البائع ينادي بنداء لطيف هذا النداء ينطبق علينا كان يقول ارحموا يخاطب الناس من يذوب رأس ماله هذا الثلج رأس مالي دا يذوب تحت حرارة الشمس ارحموني اشتروا هذه البضاعة هناك افتهمت معنى إن الإنسان لفي خوس هذا عمرنا دا يذوب دا ينتهي نفس المرء خطاه إلى أجله فادمر لعله ذكرنا أكو هناك حفرة محفورة لنا إن كانت لنا خفرة احنا دا نركو باتجاه هاي الحفرة وهي مثوانا النهائي هاي المعاملة ما تحتاج إلى استبشار فاتش دا يروح دا ينتهي عمرنا دا يروح أموالنا دا تروح احنا هذا الشيء اللي دا يفند دا نبيع لله سبحانه وتعالى بهذا السمن الكبير فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم نعود إلى حديثنا الموقف الثالث تجاه سيد الشهداء وتجاه نهضته موقف المسانده المحدود المسانده في حدود هل تجدي ما أتى بواجبه ما أتى بواجبه القضية يجب أن يطوع نفسه لذلك تطويع النفس ترفض أكو أكو واحد حاضر أن يلقي بنفسه بينما خالب الموت مو حاضر واحد مو حاضر خدش يرد على بدنه الإنسان يهرب من الضرار فهذه المساندة تحتاج إلى التوطين تحتاج إلى تطويع تحتاج إلى ترويض إحنا عندما نجلس في مجالس سيد الشهداء من معطيات هذه المجالس من معطيات هذه المواكب من معطيات هذه الزيارات لسيد الشهداء ومنها زيارة الأربعين تثبيت هذه المعاني هذه المعاني تحتاج إلى تثبيت لا تأتي اعتباطا تجلس تستمع على التاريخ تنظر المواقف المواقف المختلفة هل تكون في هذا الخط أو في ذلك الخط هذا يحتاج إلى تفكير هذه المجالس الحسينية فيها بركات كثيرة ومن جملة هذه البركات أنها تربي النفوس المؤمنة على حالة العطاء المطلق أنا أذكر لكم على نحو الإختصار طبعا موقفين تجلى هذان الموقفان في قضية عاشوراء ويتجليان على مر الدهور ومر العصور طبعا اختصر القضيتين إذا أحببتم تفصيل القضيتين القضية الأولى الذي يمثل موقف المساندة في حدود مذكور في كتاب الفتوح المجلد الخامس صفحة مية وتسعة وعشرين إلى صفحة مية وثنين وثلاثين ومذكور أيضا في كتاب الأخبار الطوال صفحة ميتين وخمسين وصفحة ميتين وواحد وخمسين ومذكور أيضا في كتب أخرى الإمام الحسين صلوات الله عليه يأتي بنفسه إلى ذلك الرجل ويقول له يا فلان اعلم أن الله عز وجل مؤاخذك بما كسبت وأسلفت من الذنوب في الأيام الخالية سجل سجلك مليء بالذنوب كانت لهذا الرجل مواقف في أيام صفين حارب علي صلوات الله وسلامه عليه مع معاوية ضد علي هذا السجل أسود وأنا أدعوك في وقتي هذا إلى توبة تغسل بها ما عليك من الذنوب موقف واحد بهذا الموقف يغسل كل الماضي أحيانا الحياة تحتاج إلى هذا الموقف أدعوك إلى نصرتنا أهل البيت طبعا الإمام صلوات الله عليه ما دعا ذلك الرجل وإنما نداء الإمام صلوات الله عليه يتردد على مسامع القرون والدهور نداء أهل من ناصر ينصرنا هذا مو فقط لذلك اليوم وإنما لهذا اليوم أيضا الآن الأعداء تكالبوا من كل مكان لإمحاء اسم الحسين صلوات الله عليه لإمحاء اسم أمير المؤمنين صلوات الله عليه لمحو أسماء أئمة أهل البيت وكل ما يتعلق بأهل البيت هذه الحرب حرب مستمر الحرب لم تتوقف نحن كنا نظن عندما نقرأ في الكتب الفقهية الخوارج النواصب أنه تتناول قضية تاريخية عندما كنا نقرأ زيارة عاشراء أشياء بني أمية أتباع بني أمية وإذا بهذه الأحداث تكشف أن هذا الخط الأموي الناصبي خط مستمر فقال هذه العبارة مذكورة في كتاب الأخبار الطوال قال والله إني لأعلم أن من شايعك كان السعيد في الآخر ولكن ما عسى أن أغني عنك فأنشدك الله أن تحملني على هذه الخطة فإن النفس لم تسمح بعد بالموت ما يتمك اللي ما رب نفسه اللي ما هي نفسه لا يمكنه أن يقدم أن تسمح نفس الإنسان بالموت وبالعطاء هذا يحتاج إلى تربية وفي كتاب الفتوح يقول وهذه فرسي ملجمة والله ما طلبت عليها شيئا إلا أذقته حياظ الموت ولا طلبت عليها فلحقت واخذ سيفي هذا فوالله ما ضربت به إلا قطعت هذا عبيد الله ابن الحر الجعف فقال الإمام الحسين صلى الله عليه يا ابن الحر ما جئنا لفرسك وسيفك إنما أتيناك لنسألك النصرة فإن كنت بخلت علينا بنفسك فلا حاجة لنا ما في شيء من مالك اليوم يوم العطاء الكل هذه المساندة المحدودة ليست لها قيمة ورفض الإمام أن يتقبل منه شيئا وبعد ذلك عبيد الله ند على هذا الموقع وفي بال أنه في بعض التواريخ قرأت أنه كانت نتيجته أنه بعض أعدائه طار دوح إلى أن وصل إلى ناهر فرأى أمر مخير إما أن يصبر حتى الأعداء يجون يقتلوا أو يلقي بنفسه في النهر فألقى بنفسه في النهر ومات غرقا وانتهرا هذا اللي كان بإمكانه بموقف واحد يتحول إلى شخص الملايين من العلماء والزهاد والعباد والمؤمنين والصالحين على مر التاريخ ومراجع التقليد يقفون أمام أصحاب الحسين ويقولون بأبي أنتم وأمي في زيارة صفوان المذكورة في كتب الزيارات التي علمها الإمام الصادق لصفوان الملايين يجون يقولون بأبي أنتم وأمي هذا اللي كان بإمكانه أن يصل إلى هذا المقام تحول إلى هذه العاقبة وهو كان يقول في حياته كما في كتب التاريخ أراها حسرة ما دمت حيا تردد بين صدري والتراقي حسين حين يطلب بذل نصري على أهل العداوة والشقاقي فلو واسيته يوما بنفسي لنلت كرامة يوم التلاقي فلو فلقت تلهب قلب حي لهم القلب مني بانفلاقي لقد فاز الأولى نصر حسينا وخاب الأخسرون ذو الشقاقي أو ذو النفاقي هذا موقف والموقف الثاني الذي قدم كل شيء كل شيء موقف وها تفصيل إذا حبيت تفصيل قضية مذكورة في أمال الصدوق رحمة الله عليه مجلس ثلاثين وفي وسيلة الدارين صفحة ميتين واثنين وفي بحار الأنوار جزء خمسة واربعين صفحة سبوطعش حينما ذهب وقاتل هذا الرجل المسيحي اللي كان مسيحيا ومضى على إسلامه عشرة أيام ومضى على زواجه سبوطعش يوم سبوطعش يوم كان مزوج ذهب وقاتل ثم عاد إلى أمه فقال يا أمه أرضيتي فقالت ما رضيت أو تقتل بين يدي الحسين فقالت فقالت أمه فقالت امرأته بالله لا تفجعني في نفسك فقالت أمه يا بني لا تقبل قولها وارجع فقاتل بين يدي ابن رسول الله فيكون غدا في القيامة شفيعا لك بين يدي الله فلم يزل يقاتل حتى قتل وامرأته أيضا بعده قتلت في تفصيل مذكور في كتب المقاتل مساندة بلا حد احنا في الواقع الآن نحن المؤمنين نعيش ظرف استثنائي الآخرون فتحوا على المؤمنين حربا بدون حدود حرب ما فيها حدود الآن ماذا يصنعون في العراق يصنعون كل شيء القاتل على الهوية لأنه هذا من أتباع أهل البيت صلوات الله عليه لأنه من أتباع علي والحسين قاتل على الهوية قبل أيام عثروا كما نقلت الأخبار على مجموعة من الجثث ثقبت بالمثقاب هذه المثاقيب التي يثقبون بها الجدار يعني وحشية إلى هذا الحاد قبل أيام عثروا على مجموعة شنقوا شنقا حتى الموت القاتل بأفجع الصور على الهوية لأنه هذا موالي لأهل البيت التهجير التهجير على الهوية الآن مئات العوائل التهجير كلمة نقولها لفظة تهجير عندما واحد يهجر من بيته يترك بيته إلى أين يتجح كثير منهم نصبوا خيام في مواقع يعيشوا في صحراء أو في مدينة حرب بلا حدود الحرب بلا حدود تحتاج إلى ثبات بلا حدود واحد ينبغي أن لا يضع حدا لثباته الله سبحانه وتعالى من الآيات المهمة وكل آيات القرآن مهمة الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ثبات واحد يوط النفس على الثبات أولا وفاء بالعهد مع الله سبحانه وتعالى وثانيا أملا بالجزاء الكبير الذي وعده الله سبحانه للمؤمنين وثالثا اقتداء بآبائنا وأجدادنا الصالحين هذه القضايا موجديدة المؤمنون على مر التاريخ تعرضوا لهذه المحر والمؤمنون ثبتوا قدموا الكثير اقروا سورة البروج لاحظوا ماذا فعلوا بالمؤمنين في ذلك العهد في العهود القديمة نفس نفس الأعمال اللي الآن الإرهابيون والمستعمرون والبعثيون يفعلونها في العراق نفس الأعمال قتل على الهوية في ذلك الوقت هذا في تفسير البرهان في تفسير قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود الأخدود يعني الشق الواسع في الأرض النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الآن ماذا نقموا على المؤمنين في العراق نقموا عليهم إيمانهم لأنهم مؤمنين في هذه الرواية المروية أنه جمعهم ذلك الحاكم الظالم فخد لهم أخدودا وجمع فيه الحطب وأشعل فيه النار فمنهم من أحرق بالنار جمع ألقوهم في النار وأحرقوهم وأشد أنواع التعذيب الإحراق بالنار الآن هذه السيارات المفخخة نوع من أنواع الإحراق بالنار ومنهم من قتل بالسيف ومثل بهم كل مثل تمثيل يعني يأخذون الواحد يقطعون أذن يقطعون إيد يقطعون رجل إلى أن يموت فبلغ عدده من قتل وأحرق بالنار عشرين ألف واحد وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود قاعدين يتفرجون مثل الآن الحكومات قاعدين يتفرجون المتآمرون قاعدين يتفرجون في تفسير العياش ينقل عن تفسير العياش هذه اللقطة فجاءت امرأ ومعها صبي لها ابن شهر فلما هجمت على النار هابت ورقت على ابنها يعني يبدو هي كانت متهيئة للموت ولكن هذا الطفل شهر واحد يحرق بالنار رقت عليه فناداها الصبي هذه القضية تكلم الصبيان متكررة المسيح تكلم بالمهد على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام في قضية يوسف وشهد شاهد من أهلها تكلم في المهد وهذا أيضا تكلم وهو طفل لا تهابي وارميني ونفسك في النار الشاهد في هذه الكلمة فإن هذا والله في الله قليل في سبيل الله مهما يفعل المؤمن فهو قليل وأذكر لكم أيضا لقطة هذه لقطة من التاريخ القديم هذه لقطة أيضا من تاريخنا تاريخ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول هذا في كتاب هذه القضايا مذكورة في كتاب مسكن الفؤاد للشهيد الثاني رحمة الله عليه مجموعة من القضايا ينقلها أذكر لكم منها قضيتين يقول لما كان يوم أحد قالوا قتل النبي انتشرت هذه الشاععة أن النبي صلى الله عليه وآله قتل فكثرت الصوارخ في نواحي المدينة النبي كان يمثل لهم كل شيء قتل النبي صلى الله عليه وآله جدا كان ثقيل فخرجت امرأة من الأنصار فمرت على مجموعة من القتلى اللسان يقول ولكن القضية جدا ثقيلة أربعة من القتلى فقالت من هؤلاء فقالوا أخوك وأبوك وزوجك وابنك أبوها مقتول ابنها مقتول أخوها مقتول زوجها مقتول لاحظوا إيمان هذه المرأة قالت ما فعل النبي النبي شنصار الفاجعة عظيمة ولكن كل همها سلامة النبي صلى الله عليه وآله قالوا أمامك فمشت حتى جاءت إليه فأخذت بناحية ثوبه وجعلت تقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي إذا سلمت من عطاء إذا سلم الرسول وإذا سلمت الرسالة فلا أبالي هذه الروحيات هذه المعنويات يزخر بها تاريخنا ينقل أيضا أنه نعي لمرأة من بني دينار أبوها وأخوها وزوجها وَلَعَلَّ أَصْعَبَ رأَتْهُ قَالَتْ كل مصيبة بعدك جلال كل مصيبة بعد النبي صلى الله عليه وآله فهي هين وهذه القضية الأخيرة أيضا ينقل وخرجت السمراء بنت قيس وقد أصيب ابناها فعزاها النبي صلى الله عليه وآله فقالت كل مصيبة بعدك جلال ولاحظوا هذه الكلمة والله لهذا النقع النقع يعني الغبار لأن غبار المعركة كان على وجه النبي صلى الله عليه وآله والله لهذا النقع الذي أرى على وجهك أشد من مصابهما مصاب هذه المرأة في ولديها أن نقع على وجه رسول الله أخف على قلب هذه المرأة المؤمنة من مصابها بولديها هذا تاريخ مشحون بهذه التضحيات ولولا هذه التضحيات هذه الأمانة ما كانت تصل إلينا هذه الأمانة التي وصلت إلينا الإسلام الذي وصل إلينا القرآن الذي وصل إلينا عاشور التي وصلت إلينا وراءها مثل هذه التضحيات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المؤمنين في العراق وفي كل مكان نقول العراق المؤمنون الآن في كل مكان يتعرضون للمؤامرات ولكن المؤمنون في العراق الآن رأس الرمح الاستعماري الكافر موجه إليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيهم جميعا من هذه المحنة الكبرى الثبات يعقبه الناصر ولو في مرارة ولكن إذا واحد تراجع هذا معناه الآن طبق بعض التقارير أن الجهات الاستعمارية تخطط لصدام جديد في العراق طبعا بشكل آخر أكعدهم صدام آخر وصدامون آخر صدام آخر يعني العراق مرة ثانية يقع في ضيل حكم مثل الحكم البعثي لعله إلى ثلاثين عام ماذا فعل الحكم البعثي دمر تدمير يعني واحد إذا شوي يتراجع هذا معناه أنه لعله إلى ثلاثين عام إلى ثمانين عام المعاناة تستمر وهذه المحنة في العراق وإن كانت كبيرة إلا أنها لا تقاس بمحنة حكم البعثي البعثيين كم دمروا من المقدسات كم قتلوا الذين قتلوا في العراق في خلال هذه الفترة رغم عظم الفاجعة كم واحد طبق بعض التقارير حوالي ثلاثين ألف واحد طبعا إراقة الدم إنسان واحد مؤمن أو محقون الدم هذا عند الله عظيم جدا ثلاثين ألف ولكن البعثيون كم أعدموا طبق بعض التقارير الذين قتلوا في حكم البعث حوالي سبع ملايين واحد يعني لا تقارن تلك المحنة بهذه المحنة إذا إذا واحد ما ثبت ربما يبتلى بصدام آخر بشكل آخر ثلاثين عام أخرى ويقتل سبع ملايين واحد آخرين أيضا الثبات كيد الأعداء إلى نحوره وأن يعجل لوليه الفرج ويسهل له المخرج ويجعلنا من أتباعه وأنصاره الإمام الحج صلوات الله عليه في رواية ينقلها العلام المجلس في البحار في ذلك الرجل التي ينقل قضيته محي الدين الإربلي الإمام الحج قال له وأنت نصرتنا فنصرناك نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على القوم الظالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور من العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي هدي ينير الدرب بالو مضاتي هدي 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 شكرا